موسيقى كما شهدت العلاقة المصرية الصينية العديدة من المحطات الهمة نستعرضها معكم في العرض التالي اشتركوا في القناة موسيقى يهتم قادة الجن بين العربية والصينية اهتماما بالغا بتطوير منتدى التعاون الصيني العربية وحتى عام 2024 اصدر المنتدى 85 وثيقة ختمية من الانواع المختلفة واصبح اداة فعالة لاثراء مقاومات علاقة الشركة الاستراتيجية الصينية العربية على مداري اكثر من 20 عاما حققت العلاقة الصينية العربية تطورا كبيرا على كافة المستويات وتكللت بالاتفاق على تنظيم منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس في 30 يناير من عام 2004 مثلت السنوات العشرين الماضية منذ تأسيس المنتدى الفترة الاكثر نشاطا من حيث التبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين الصيني والعربي حيث يهتم قادة الجانبين العربي والصيني اهتماما بالغا بتطوير المنتدى وبنائه ويرسمون الخطوط العريضة ويحددون الاتجاه لسبل الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الجمعي بين الجانبين وحتى عام 2024 أصدر المنتدى 85 وثيقة ختمية من الانواع المختلفة وأصبح أداة فعالة لإسراء مقاومات علاقات الشركة الاستراتيجية الصينية العربية والدفع بالتعاون العملي بين الصين ودول العربية كما أصبح منصة مهمة للحوار على قدم المساوى وتدعيم التعاون العملي بين الجانبين وقدم مساهمات بارزة في تعزيز العلاقات الصينية العربية يأتنا قاد الدورة العاشرة للاجتماع الوزري لمنتدى التعاون الصيني العربي بالتزامن مع استعداد الجانب الصيني للعمل مع الجانب العربي على موصلة تكريس روح الصداقة الصينية العربية وبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة متتالية وارتفع حجم التبادل التجاري بين صين ودول العربية من 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 إلى 398.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة تقدر بعشرة أضعف وعلى صعيد التعاون بين القاهرة وبكين توجد أكثر من 2418 شركة صينية تستثمر أموالها في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار ويتركز نسبة 47% من نشاط تلك الشركات في النشاط الصناعي في مجالات الفايبرغلاس والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات كما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانيها الستة وللمزيد ينضم علينا هاتفيا الكاتب الصحفية جمال رائف بعد التحية أستاذ جمال كيف تقرأ العلاقات الراسخة سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا بين مصر والصين وأبعاد هذه الزيارة حيث تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الرئيس الصيني تشيجين بينج تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل سيد المشاهدين العلاقات المصرية الصينية علاقات استراتيجية وأيضا بتشهد تطور ملحوظ من عام 2014 وبالأرقام عدد القمم التي جمعت الزعيمين بدي تدل أن هناك تواصل دائم نحن نتحدث عن أن هذه القمة هي الحداشر ما بين القادة أيضا السيد الرئيس قم بثمانية زيارات للقيم أيضا كان هناك زيارة مهمة لرئيس الصيني إلى القاهرة من قبل أيضا الصين كانت حريصة طوال الأعوام الماضية على دعوة مصر للحضور الكثير من الفعاليات التي تصدفها الصين سواء فيما يتعلق بكمة مجموعة العشرين أو طبعا مجموعة البريكس قبل حتى أن تنضم مصر لهذه المجموعة أو طبعا مبادرة الحزام والطريق وغيرها من فعاليات حتى وصولا لدورة الألعاب اللومبية أيضا كانت صين حريصة على دعوة القادة السياسية المصرية إذن هناك حرص على أن يكون هناك دخم في التواصل ما بين البلدين أيضا للصلاة الهتفية ما بين القادة مستمرة طوال الوقت أيضا دوائر العمل على صعيد وزارة الخارجية أو الدوائر الاقتصادية المصرية أو صينية بتعمل على مدار الساعة لتعجيز هذه العلاقات وده في الحقيقة بينعكس بقى إيجابيا على أرقام التعاون الاقتصادي تحديدا نحن نتحدث عن أكثر من 13 مليار دولار حجم التبادل التجاري أكثر من 2000 شركة صينية بتعمل في الداخل المصري العمل في مجالات البنية التحتية والتنموية مع الشركاء الصينيين في الحقيقة يظهر في مشروعات عملاقة زي العاصمة الإدارية أو محور تنمية قناة السويس أو غيرها من مشروعات في مجالات الطاقة والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات الصناعية وحتى المجالات التكنولوجية وبالتالي نحن نتحدث عن علاقات مسمرة للغاية والشرق الخاص بالإرث الحضاري والتاريخي والعلاقات المستقرة تاريخية ما بين الدولتين بيدعم هذه العلاقات أيضا التواصل الشعبي المتميز ما بين البلدين أيضا بيدعم هذه العلاقات وأيضا توافر الإرادة السياسية من القيادات السياسية الآن وخاصة بعد عام 2014 دفع هذه العلاقات لتشهد الآن تطور غير مسبوك وأعتقد أن الصين أيضا بترتكز على مصر كشريك استراتيجي سواء فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق والآن طبعا لأن هناك مظلة تجمع الدولتين داخل مجموعة البريكس أو حتى فيما يتعلق بالتعاون مع المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية نعم أستاذ جمال هناك تطابق في الرؤى ووجهات النظر المصرية الصينية سياسيا وديبلوماسيا في العديد من القضايا حيث تتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية الأخرى وأيضا ضرورة حل النزاعات بطرق السلمية وتحديدا إذا تحدثنا عن القضية الفلسطينية القضية الأبرز وأولويات القضايا العربية في منطقة الشرق الأوسط كيف تقيم تطابق الرؤى والأراء بين الجانب المصري والصيني في ظل الأحداث المشتعلة في قطاع غزة؟ يمكن بالتأكيد القضايا الفلسطينية حاضرة على أجندة القادة في هذه القمة لأن بالتأكيد القضايا الفلسطينية تتصدر المشهد الدولي والعالمي الآن وهناك اتفاق وتقارب وربما تطابق في الرؤى فيما يتعلق بمبدأ حل الدولتين لا خلاف ما بين كافة دول العالم الآن معظمها يتفق على هذا المبدأ والقاهرة وبكين يتفق على مبدأ حل الدولتين تحل عادل وشامل بالقضايا الفلسطينية ظهرت المواقف الصينية الإيجابية سواء داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة لأمم المتحدة أو حتى من خلال تواصل القادة وإداء وجهة النظر والتنفيق المشترك وبالتالي أنا أعتقد أن هذا مهم للغاية وأيضا نعم الكاتب الصحفية جمال رائف شكرا جزيلا لك كنت معنا هاتفيا ومشاهدين الكرام ننتقل بحضراتكم من جديد إلى قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين لنقل فعليات توقيع العدد من اتفاقيات ومذاكرات تفاهم بين البلدين المترجم للقناة اشتركوا في القناة